كريستين ماذا عن التطورات العسكرية وتصريحات الجيش فيما يتعلق بالعمليات العسكرية من شمالي القطاع إلى جنوبه على مستوى العمليات والتحديثات العسكرية أصدر الجيش هذا اليوم سلسلة من البيانات يقول فيها إن قواته تعمق العمليات العسكرية داخل قطاع غزة الفرقة 162 تعمل في جنوبي القطاع تحديدا في شرق رفح وتتجه القوات باتجاه الغرب وصلت حي البرازيل والشابورة ونتحدث هنا عن اقتراب كبير من مدينة رفح وحيث يوجد لازالة فلسطينيون مع العلم بأن ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن نحو مليون فلسطيني أجبروا على ترك رفح من بعد بدء التحذيرات للإخلاء ولتهجير الفلسطينيين من هناك تزامنا مع بدء العملية العسكرية التي بدأت بشكل محدود في شرق رفح لكنها تتوسع يوما بعد يوم على مستوى وسط القطاع الفرقة 99 تعمل في منطقة معبر نيتساريم وفي شمالي القطاع مواجهات ضارية وحالة مقاومة فلسطينية لمحاولات التوغل من قبل قوات الاحتلال الفرقة 98 الهجومية التي كانت تستريح في الفترة السابقة من أجل المشاركة في اجتياح رفح هي التي تعمل في جباليا ومخيمها وهذه هي العملية الثانية في جباليا رويدة لأن كل مكان ينسحب منه الاحتلال الإسرائيلي والقوات العسكرية تعود حركة حماس وتنظم من صفوفها عسكريا ومدنيا وهذا خلق معضلة وخلق تعثرا في هذه الحرب إسرائيل نحن اليوم في اليوم الثلاثين بعد المائتين فشلت في تحقيق أهداف الحرب المعلنة الهدف الأول حركة حماس لم تقضي عليها بل ويرفض الإسرائيليون العودة إلى غلاف غزة يقولون أنهم سوف يبقون في الفنادق لأن صفيرات الإنذار موجودة حركة حماس موجودة الصواريخ موجودة باتجاه الغلاف أيضا هذا ما نقلته إذاعة الجيش عن أحد سكان الغلاف على مستوى ملف الأسرة والمحتجزين فشل أيضا إسرائيلي بأعادة الأسرة أحياء هم يعيدون في الأول الأخيرة جثثا لكن ليس هذا ما يطلبه ذو الأسرة والمحتجزين هم يطالبون بإنقاذ من تبقى منهم أحياء وأن كل يوم حرب يمر هو يهدد حياة ويقتل ليس الفلسطينيين وحدهم وإنما حتى الأسرة الإسرائيليين الذين قتل منهم أكثر من أربعين هذا الرقم المعلوم لديهم ويعترفون بوجود 128 من الأسرة البند الثالث تحدثنا عنه هو خلق واقع أمني مختلف هذا الواقع لم يتغير ويشتكي سكان الغلاف أيضا حالة من التعثر تسود وسط ثمن يدفعه أيضا الجنود الإسرائيليون في ظل غياب قرارات استراتيجية أيضا يدفعون ثمن من دماء الجنود في اليومين الماضيين أصيب ثلاثون جنديا إسرائيليا في الأربع وعشرين ساعة الماضية خمسة عسكريين على الأقل إلى جانب أيضا مقتل 282 على الأقل منذ الاشتياح البري وفق معطيات الجيش الإسرائيلي وتجاوز أيضا العدد ألاف الجرحة طبعا هذا الرقم المعلن لكن بعض المشافي كانت شككت في أرقام ومعطيات الجيش الإسرائيلي تقول أن العدد أضعاف وأضعاف لكن الجيش لا يعترف على موقعه الإلكتروني بكل الإصابات بالتالي نتحدث عن ثمن يدفعه الجنود وحالة من التعثر تسيطر ومزيد من التفاعل مع ملف الأسرة والمحترزين أيضا روايدا شكرا جزيلا من القطع لهذه الإحاطة مراسلة العربي كريستين ريناو ترجمة نانسي قنقر